اشتركوا في القناة الثابتة والمكررة وزاريا يعني ما تقبل غلط كل سنة راح يجيك بالدور الاول الدور الثاني الدور الثالث التنهيدي على موضوع قاعدة وشاتية فضروري تنتبهوا اياي ترفع درجة التركيز اعلى ما يمكن ونجيب لك دفتر ونسجل الملاحظات اللي راح اقول لك عليها لان هاي المحاضرة هي مفتاح للمحاضرة اللي بعدها راح نحل مسائل قاعدة وشاتية اللي راح تكون ثلاث انواع فاذا ما تضبط هاي المحاضرة المحاضرة اللي راح تجي ما راح تقدر تفهمها ماشا يعني طلاب نقول يا الله ونبلش نيجي بالبداية نعرف شنو قاعدة وشاتية قاعدة وشاتية يقول اذا اثر مؤثر اذا اثر مؤثر مثل التغيير في التركيز الحجم او الضغط او درجة الحرارة على التفاعل ما وهذا التفاعل يكون في حالة التزان يعني سهم رايع سهم جاي تعالوا يا الحق اذا اثر مؤثر مثل تغيير التركيز او الحجم او الضغط احنا ما نقول حجم وظغط العلاقة بينناه shutting عكسية يعني اذا زاد الحجم قل الضغط اذا قل الحجم زاد الضغط اوكي اذا اثر مؤثر مثل تغيير التركيز او الحجم او الضغط أو الحرارة على تفاعل ما في حالة اتزان فالتفاعل يتجه بالاتجاه الذي يقلل من تأثير ذلك العام المؤثر ليصل التفاعل لحالة اتزان جديدة يعني شون أقرب الكياهة يعني هست لعب الطوضة بذل الجهد تحرقت خسار تملاح جسمك التوازن ما تختل حتى تعيد التوازن ما بجسمك رح ش تسوي تشرم ماي حتى شنو تعوض الأملاح اللي خسارتها بجسمك هذا ممكن أبسط مثال أقدم الكياه هنا بقاعدة الوشاتية العملية نفس الشي يعني أنا عندي تفاعل هذا التفاعل متزم رح ألعب التراكيز يا أما أضيف التراكيز يا أما أزحب تراكيز يا أما زيد الضغط يا أما أقلل الضغط يا أما أرفع درجة الحرارة يا أما أخفض درجة الحرارة فالتفاعل هذا رح يختل فمن يختل حتى يعوض شي سوي يقوم بعملياتي أما إذا انسحب من عنده رح يتجه نحو الجه المسحوبة منه وهكذا هسا رح نجيه فالعوامل اللي تأثر على حالة الاتزان وثابت الاتزان إحنا عدنا عوامل تأثر على حالة الاتزان وثابت الاتزان وثابت الاتزان اللي هو كي سي كي بي زي العوامل اللي تأثر على حالة الاتزان هو أولا تأثير التغيير في تركيز المواد المتفاعلة والناتجة ثانيا تأثير تغيير الضغط أو الحجم ثالثا تأثير درجة الحرارة رابعا تأثير العامل المساعد طلعوا دي قدام كل هدا للعوامل كل هدا للعوامل ما تأثر على ثابت الاتزان فقط درجة الحرارة تأثر على ثابت الاتزان يعني ذاريد مناخصها شو نقول نقول تركيز المواد المتفاعلة والناتجة نقول نقول لا يؤثر على ثابت الاتزان مزيلا تأثير تغيير الضغط أيضا لا يؤثر على ثابت الاتزان تأثير درجة الحرارة تؤثر على ثابت الاتزان وتأثير العامل المساعد لا يؤثر على حالة التوازن ولا على ثابت الاتزان 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 اذا العوامل التي تأثر على حالة الاتزان وثابت الاتزان تأثير التغيير في تركيز المواد المتفاعلة والناتجة تأثير تغيير في الضغط أي يعني الحجم أو تأثير تغيير درجة الحرارة وتأثير العامل المساعد كليةها ما تأثير على ثابت الاتزان ما اعدى درجه الحرارة تأثر على ثابت الالتزان و بعدين هسا س 녹ماع نعرف شهر عندي تركيز و الضغط والعامل المسائد ما يأثر على ثابت الالتزان من يئثر على ثابت الالتزان؟ درجه الحرارة فقط العامل المسائد ما يؤثر لا علي حاله الالتزان ولا علي ثابت الالتزان يعنى لأ إذا قاعدته اثارة lightning إذا أثر مؤثر مثل التغيير في التركيز الحجم أو الحجم أو الضغط أو درجة الحرارة على تفاعل ما وهذا التفاعل في حالة اتزان فإن التفاعل يتجه بالاتجاه الذي يقلم التأثير ذلك المؤثر بيصل التفاعل إلى حالة اتزان جديدة العوامل التي تأثر على ثابت الاتزان وحالة اتزان شنه هي؟ قلنا التغيير في تركيز المواد المتفاعلة والناتجة ثانيا التغيير في ضغط والحجم ثالثا التغيير في درجة الحرارة رابعا تأثير العامل المسائد أو تأثير درجة الحرارة أو تأثير تغيير المتفاعل ماشي؟ خلني جي واحدة واحدة من أتن أول شي رح ناخذ تأثير التغيير في تركيز المواد المتفاعلة والناتجة تمام حبايبي ناخذ اول عامل اللي هو تأثير التغيير في تركيز المواد المتفائلة والناتج خلناخذ هذا المثال اللي هو تفاعل 3 H2 زاعدا N2 يطيني 2NH3 طبعا هذا غاز وهذا غاز وهذا غاز عندي هذا التفاعل في حالة اتزام تفاعل متزم خلجي ارفع هذا التركيز عندي اولا عنده الاضافة للنواتج رح اضيف للنواتج عندي هذاني اغلاب هذاني متفاعلات طبعا هذاني يسمونه المتفاعلات وهذاني نواتج نواتج رح اجي اضيف للنواتج هنا اضافة هذاني تفاعل متزم اجيت ضفت الى النواتج رح شي يصير ها تفاعل متزم ضفت الى النواتج التفاعل رح يتجه وين نحو المتفاعلات بابا بابا هذا التفاعل متزم كبتين متزاوية هاي المتفاعلات وهي النواتج اوكي ضفت الى النواتج ارتفعت خش التوازن مع التفاعل اختل فحتى اعوض هذا التغيير رح يسوي هاي النواتج رح تدب زيادة مالتها وين دبها المتفاعلات رح تدبه هنا حتى يرجع التفاعل متوازن اذن التفاعل وين رح يتجه نحو المتفاعلات يتجه نحو المتفاعلات حتى يعوض هذا التغيير إذن أول نقطة عنده الإضافة إلى النواتج عنده الإضافة إلى النواتج شو نقول عنده الإضافة إلى النواتج يتجه التفاعل نحوه أو يتجه نحوه بس يتجه نحوه متقالع يتجه نحوه المتفاعلات نسي جبت هذا التفاعل نفسه جبت نفسه كوبي بيست أوكي بس هالمرة هالمرة رح أضيف وين أضيف للمتفاعلات رح أضيف إن من للمتفاعلات إجي هنا أضافة للأشتو تفاعل متزن نواتج متفاعلات ضفت للمتفاعلات صعد حتى يعوض هذا التغيير رح وين يذبهن؟ يذبهن على النواتج حتى شنو يرجع التفاعل إلى حالة اتزان إذن من ضفت إلى المتفاعلات رح يتجه نحوه النواتج إذن عند الإضافة إلى المتفاعلات يتجه نحوه النواتج يتجه نحوه النواتج الزفت للمتفاعلات الزفت للمتفاعلات رح أجي أسحب من أسحب من النواتج رح أسحب من عنده سحب باو تفاعل متزن نواتج متفاعلات سحبت من النواتج قل رح وين يتجه التفاعل يتجه نحو النواتج حتى شنو يرجع إلى حالة التزان يعني بين قوسيا ملاحظة عند السحب يتجه نحوه الجهة المسحوب من أجه إذن وين يتجه يتجه نحوه النواتج نحو النواتج عند السحب من النواتج يتجه نحو النواتج جيد نفسي هذا التفاعل خلا زغره نفسه رح أخذه هل مرة مميلا رح أسحب رح أسحب من المتفاعلات وحده من النواتج رح أسحب من الأشد سحب وين يتجه التفاعل نحو المتفاعلات نحو الجهة المسحوب من أجه إذن يتجه نحو المتفاعلات المتفاعلات ماشي؟ يعني ملاحظة شنقول هالملاحظة شتقول ملاحظة 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 مقام واحد عنده الإضافة للنواتج يتجه التفاعل نحو المتفاعلات ملاحظة ملاحظة عنده الإضافة للمتفاعلات يتجه التفاعل نحو النواتج ثلاثة عنده السحب يتجه التفاعل نحو الجهة المسحوب منها المتفاعلات ملاحظة 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 التغيير الضغط أو الحجم العلاقة يتكب بين الضغط والحجم علاقة أكسية 0 دعنا نحو زيادة الضغط ونقصان الضغط شي سوي بعض هنا بالضغط والحجم سنعتمد على عدد المولات نعتمد على عدد المولات مثلا نأخذ هذا المثال نأخذ من كتابكم هذا المثال وهو 2SO2 زائدا O2 يضطيني تفاعل متزم 2SO3 وهذا غاز وهذا غاز وهذا غاز أوكي نسي ماذا يقول اللي بناء بالملاحظات دلتا NG تساوي لصفر مصورنا واضحة كتابة إذا كانت دلتا NG تساوي لصفر يعني مولات النواتج ناقص مولات المتفاعلات تساوي لصفر يعني مولات النواتج تساوي مولات المتفاعلات يعني عدد مولات النواتج تساوي عدد مولات المتفاعلات لا يتأثر موضع الاتزام كل شي ما راح يصير بالضغط والحجم نبشي على المولات ثانيا إذا كانت الدلتا إن جي موجبة إذا كانت الدلتا إن جي موجبة يعني مولات النواتج أكبر من مولات المتفاعلات يعني الدلتا إن جي موجبة من هي موجبة بزيادة الضغط يتجه للمتفاعلات وإذا الدلتا إن جي موجبة يعني نقصان الضغط يتجه للنواتج إذا الدلتا إن جي سالبة يعني مولات النواتج أقل من مولات المتفاعلات إذا الدلتا إن جي سالبة فإن زيادة الضغط يتجه للنواتج ونقصان الضغط يتجه للنواتج لنأخذ هذا المثال هذا التفاعل دلتا ان جي مرته ثنين عندي هنا واحد بثنين ثلافة اذا ثنين ناقص ثلافة ثنين ناقص ثلافة ويساوييني ناقص واحد دلتا ان جي مرته ناقص واحد يعني شنو سالب يعني شنو سالبه يعني مولات النواتج اقل من مولات المتفاعلة خلني جي تطبق زيادة الضغط راح شي يصير زيادة الضغط اذا زيادت الضغط با 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 سالبه زيادة الضغط يتجه وين للنواتج شوف شوف اذا دلتا ان جي سالبة المواد الغازية المواد المتفاعلة تكون اكبر من المواد الغازية من النواتج اذا دلتا ان جي سالبة فان زيادة الضغط وين يتجه نحو النواتج زيادة الضغط يتجه نحو عدد المولات الاقل فان زيادة الضغط يتجه التفاعل التفاعل وين نحو النواتج اذا نقصنا الضغط من اقول زيادنا الضغط هنا نقصنا الحجب من اقول نقصنا الضغط يعني زيادنا الحجب فينا عكسية وين يتجه التفاعل نحو نقصنا الضغط وين يتجه نحو المتفاعلات يتجه التفاعل نحو المتفاعل الات نحو المتفاعلات يعني باوع الات هذا التفاعل تزياد الضغط زيادة تزياد الضغط النواتج او عيفا هذا بعدين نحن ناخذ لك انتلا حتى للدوخ ايفيا ايفيا شوف العيني قلنا اذا دلت تشوف بالضغوط نعتمد على عدد المولات منيقل ضغوط عبقeren على عدد المولات اذا المولات مولات مولات النواتج النواتج سوى مولات النواتج المتفاعلات الغازية صفر إذا الدلتا نجي موجبة يعني شنو؟ يعني المولات الغازية للنواتج أكبر من المولات الغازية للمتفاعلات إذا كانت موجبة فإذا رفعنا الضغط يتجه المتفاعلات وإذا خفضنا الضغط يتجه نحو النواتج إذا الدلتا نجي سالبة يعني المواد الغازية للمتفاعلة أكبر من المواد الغازية للنواتج دلتا ان جي سالبة زيادة الضغط يتجه نحو النواتج نقصان الضغط يتجه نحو المتفاعلات ملاحظة راح اكتبك تبيدك ملاحظة شو تقول الملاحظة تقول تأثير تغيير الضغط اي الحجم يؤثر فقط على المواد الغازية يعني المواد الصلبة والاكويوس ما تأثر عليها هذا العامل الثاني اجي على العامل الثالث وهو تأثير درجة الحرارة ملاحظات مهمة العامل الوحيد اللي يؤثر على حالة الاتزان وثابت الاتزان سوية منه هو درجة الحرارة يجب تحديد نوع وتحديد نوع منها من يقولين من يقولي من يقولين من يقولين من يدع حدث هذا التفاعل هو إذا كان التفاعل ماس للحرارة إذا ذكر ماس في السؤال دلتاعش موجبه إذا ذكر لك في السؤال انه دلتاعش يساويني موجب فهذا ماس وإذا ذكرني وطاني تفاعل وطاقة في المتفاعلات معلن هذا شنو ماس يعني مثلا هذا تفاعل أي زائد طاقة يضطيني سي تؤسي خلينا نقول إذا كانت الطاقة بالمتفاعلات فعناها إنه شنو هذا ماس موجب إذا ضاعت الحرار إذا ذكر ضاعف في السؤال دلتاعش سالما والطاقة وإن تكون الطاقة تكون هالمرة وين بالنواتج يعني مثلا هذا التفاعل أي زائد بها تفاعل افتراض ما أقول الشيء يضطيني سي زائد طاقة طاقة وين بالنواتج يعني شنو؟ ضاعث الحرارة شوف لهذا الجدول أريدك تاخذ لصورة وتحب واحد وتفهمه العامل المؤثر زيادة درجة الحرارة خفض درجة الحرارة نوع التفاعل ماس أو ضاعف حالة الاتزان قيمة ثابتة الاتزان باب إذا كان التفاعل ماس للحرارة موجب فإن زيادة درجة الحرارة رح يسوي على حالة الاتزان وين ينزاح للنواتج وقيمة ثابت الاتزان يعني كيسي والكيبي تزداد خفضنا درجة الحرارة والتفاعل هو ماس وين ينزاح نحو المتفاعلات قيمة ثابت الاتزان يقذ ثابت الاتزان رابع أو ثالثة إذا كان التفاعل باعث هنا ماس هنا باعث إذا رفعنا درجة الحرارة زيادة درجة الحرارة وينزاح نحو المتفاعلات وثابت الاتزان يقذ وإذا خفضنا درجة الحرارة وكان التفاعل باعث ينزاح المن للنواتج وقيمة ثابت الاتزان يزداد تفاعل ماس رفعنا درجة الحرارة ينزاح للنواتج قيمة ثابت الاتزان تزداد تفاعل مارس خفضنا درجة الحرارة وين ينزح للمتفاعلات يقل ثابت الاتزان تفاعل بعث رفعنا درجة الحرارة وين رح ينزح للمتفاعلات يقل ثابت الاتزان تفاعل بعث خفضنا درجة الحرارة وين ينزح نحو النواتج ويزداد ثابت الاتزان ماشي العامل الأخير اللي هو تأثير أضافة العامل المساعد العامل المساعد إنه لا يؤثر على حالة الاتزان ولا على ثابت الاتزان طاقة وين يؤثر؟ يؤثر على طاقة التجرب لن يقول لك العامل المساعد لا يحل ولا يربط لا على ثابت الاتزان ولا على حالة الاتزان تمام؟ اللي هنا نكون وصلت لهذه المحاضرتي المحاضرة الجاية راح نحل بها أمثلة اللي هي راح تكون ثلاث أنوان من الأسئلة اللي تخص قعدة الوشات دي وأعتقد المحاضرة الجاية هي الأخيرة اللي تخص الفصل الثاني نتقي في محاضرة جديدة مع السلامة